عالم سؤالي مهم جداً وحسأل حضراتكم الأول في رأيكم هو ده السؤال النهاردة الترند رأيكم في ريدا سليم بعد كده أسألكوا بقى في بقية الأمور ريدا سليم صفقة مهمة جداً للنادي الأهلي بتؤكد إن النادي الأهلي بيشتغل بنظام مؤسسي اللي هو أنا بشتغل بجيب احتياجاتي مش قصص مكايدة إن أنا مجرد بجدور على صفقة إن أنا بشتغل نظام عايز أدخل في اللعب ده عشان فينا لداخل فيه لا أنا بدور على الإحتاجات الفنية بتكلم فيه لعب عن 23 سنة الراجل حدد مثلاً مستر كولر حدد أنا عايز لعب طرف لعب جناح فكانت حط مثلاً لجنة السكاوتينج مع لجنة التخطيط مع كابتن محمود الخطيم حط مجموعة من الأسماء خمس أسماء رقم واحد ليه وكبتن هارمز طلع يتكلم في الموضوع بقالك رقم واحد لأننا ريدا سليم المطشات تستند بتاعته كويسة جداً الأرقام بتاعته كويسة جداً رقم 3 كمان سنه صغير ده بيفرق مستقبلاً معاك فإنت بتحط الخريطة وبتتبع لستوب العلم في الشغل فدي صفقة مش جزئية إن أنا داخل مثلاً نادي فأزايد عليه واخليها مثلاً كذا عشان مجرد المزايدة لا الأهلي بيشتغل بالنظام الفني صفقة مهمة جداً 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 للنادي الأهلي والنادي الأهلي بيشتغل على الصفقات بتاعته بس ودي حاجة مزبط كده ما بيروحش سوا إمام على فكرة أو حتى رضا سليم لأنه يعني أنا اتكلمت لأنه الموضوع ده أنا بي يعني بيستفزني جداً جداً الحقيقة لأنه دايماً يقولك إيه أصله الأهلي جاب إمام عشور عشان يكيد في جمهور الزمالك ومن اللي بيكيد في ميناء كابتن لما في صفقة انت خلاص خلصتها أو شبه بتخلصها ومعلن دلوقتي إحنا في العالم دلوقتي ما بيش في جزئية يعني من 15 روم الصحافة المغربية وهنا كله عار واحد مسؤول حقاً أنا بعد إذنك في سن مسافر للمغرب آخر 48 ساعة عشان يدخل يعلق عليك الصفقة لو لأنت كنت مخلص كل حاجة مع الجيش الملكي وبس مجرد رتوش صغيرة راح تعلق عليك وهو مين اللي داخل مين اللي بياخد مكايدة ومين اللي بيزايد ومين اللي بيعمل هو ده كلام على فكرة أنا أقصد ممضوع عيد عشان محدش يروح لدماغه الحاجة التانية يعني لسافر المغرب فلان عشان بعدش يقول مثلاً أنا أقصد كابتان أحمد حسميده خالص أنا أتكلم في وقعت واحد سافر المغرب والصغير بتاعته نزد الأهل بيشتغل نظام فني أنا عايز اللعب ده فبشتغل عليه زي ما احتاجت أمام عشور عشان حمدي فتحي كان طالع خلاص جات له عرض فحتلدت الأولاد بتاعتي أمام عشور لا فكرت فيه أنه زمالك ولا فكرت فيه أنه بيرامدز ولا فكرت فيه أي حاجة حطيت احتياجات الفنية ورقم واحد أمام عشور مفتوحة للجميع ده لو أنت محتاجه يا كابتن لا معانا لو محتاجه آه طبعا طبعا لا لا ما أصدش طبعا من المفترض أن أنا بتعامل يعني ما عرفش لما يبقى عندك سبعة وأنت جايب واحد تمانية وبتفاوض واحد يبقى تسع هتروح تجيبه تعمل بإيه لكن أنا مش من عندي واحد بجيب واحد مكانه هو ده الموضوع أنا بجيب احتياجي لا أنا بكلم من التفاوض جائز حقك على فكرة يعني أنا ممكن أنا نادي الأهلي بتفاوض ونادي عبد الحكيم أبو علم بيتفاوض ونادي محمد جمال بيتفاوض فأنت من حقك تتفاوض واللاعب هو في الآخر أو طريقة التفاوض بتاعتي هي اللي تخلي اللاعب تيجي لكن مش رايح الموضوع خلص أعلي عليك وأعمل عليك وابتاع عشان عوض الله حصل يا كابتن أنا بتكلم في الجزئي طبعا ده غلط أنا بقول ده غلط أنا النادي الأهلي بيشتغل والدليل إن أنا بشتغل على إحتاجات الفنية بس ما بشتغلش على حتة إن أنا بروح لجزئية كذا الصفقة دي كذا آخرها كذا في النظام الشغل بتاع كذا ما بدخلش في صفقتك إلا لو أنا محتاجها فنيا يا لو مدربي شغل عليها من فترة فمحتاجها فنيا مش داخل علّ عليك كل الناس عارفة إن برمز وش محتاج ريدا سليم كل الناس بدون السيسنا عارفة الكلام ده لكن تدخل ليه نظام مكايدة نظام إن أنت بجرد بس بتدخلت ده إلهي مش أكتر من كذا يعني طبعا دي وجهة نظر أنا على فكرة دي وجهة نظر أتحمل مسؤوليتها داخل يكايد على إن الأهل يزاد عليك الموضوع الأهل بيشتغل فني وأنت بتشتغل في السكة تاني محمد دوسة كابتن أولا طبعا أكيد صفقة مهمة جدا صفقة مميزة تكلم على العيب من 2019 لحد دلوقتي أساسي في الجيش الملك المغربي يمكن العيب سنوزوار 23 سنة ولكن في خمس سنين واحد بلعب 115 مباراة مساهم في 58 جول فده رقم كبير جدا 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 هو مساهم فيه 58 جول من أهدف الجيش الملكي كمان قدر إنه هو السنة دي بقى فريق متوج وبطولة الدوري بعد غياب سنوات هو يكون عنصر مؤثر وأساسي في الفريق يكون مسجل 13 هدف ومساهم في صناعة 14 هدف بص حتى كابتن اللي أدره الفناي في الملعب هتلاقيها كلها بتناسب مرسيل كولر اللعيب الجناح اليمين اللي بيعرف كمان يلعب جناح شمال كمان بيعرف بيجيب كورة من وسط الملعب بيقدر يطلع من وسط الملعب بيعمل زادة عددية بيعمل بضربات سبتة عنده مميزة جدا 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 يمكن أغلب أهدافه ضربات جزاء وضربات سبتة ده يقول لك هده إنه هو لعيب بيقدر يفيد كولر نادر الآن بيبص فنيا بيشوف هو محتاج إيه الفترة اللي فاتته بيقدر يحققه إحنا بنتكلم على قصة إنه انت بتتعقد مع صفقات تقيلة انت بتكلم يموعة شهر لعيب تقيل لعيب أساسي منتخب مصر وخمسة وعشرين سنة فبص على رادة سليم هو الجوهارة دلوقتي الكرة المغربية تاني لعيب كاكيمة تسوقية في الدور المغربي بعد إيحي عطيت الله باكليفت طبعا للوداد المغربي فانت بتكلم على لعيب مؤسر في المغرب لعيب أساسي ولعيب رأى لعيب كمان جاي لعيب مستقبل فانت بتكلم على تنين لعيب هيفيدوك فنيا انت بتكلم على يعني مين ممكن كلاعيب يرفض النادي القلب بتكلم على لعيب على نادي رايح دور الأبطال الأفريقية هو بطل دور الأبطال ثلاث مرات في آخر أربع سنين هلعف كاس على مانداي هلعف كاس على مانداي في الخمسة وعشرين لو كسب دور الأبطال السنة دي كمان يشارك في 24 فانت بتكلم على بطلات كبيرة جدا بالنسبة لك هتشارك فيها بحاجة كل البطلات المحلية بطلات السوبر طبعا والدور الأفريقية الممتاز فانت بتكلم على عدد كبير جدا من البطلات انت محتاج أكبر عدد من اللعيب اللي يكونوا مناسبين بالنسبة لعيبتك يكونوا لعيبة فيها أولا انت بتكلم على حمد فتحي راحل من عندك برقم كبير جدا قدرت انك تعوضوا بلعيب أساسي في منتخب مصر هو أمام عشور هو انت ما جيبتوش يعني أنا بتفهم أصدر عبد الحكيم اللي هو مكايدة انت بتجيب لعيب أساسي في منتخب مصر اللي هو لعيب يناسب النادي الأهلي انت بتجيب لعيب أساسي في منتخب لعب في خبرات قبل كده بقاله 5-6 سنين موجود في الدور الممتاز بلعب في نادي الجماهيري بيقدر ان هو أكيد يتحمل ضغوط ضغوط منتخب مصر اللي هو فاينال أمم أفريكي فأنت بتكلم على لعيبة تقدر تديك فنيا في الفترة الجاية مش محتاج بقى وقت تتأقلم مش محتاج بقى وقت تدخل فيه انك انت تقول لا لا أصلح للنادي الأهلي ممكن جماهريات النادي الأهلي ضغوط الجماهير لا أنا بشوف النادي الأهلي بصراحة مقدم مركاته كويس مركاته رائع هو قادر يختار الصفقات اللي محتاجها مديره الفني لأن أنا بشوف ان كان الاختيار من الأول لكولر هو صفكة الموسم ثم اختيار كولر أنه يرفض تماما أي تعقودات الفترة الأول ما جاء للنادي الأهلي ويأجلها لما بعد ما يعرف بقى إمكانيات العيبة اللي معاه بالضبط لما يعرف بقى إمكانيات العيبة اللي معاه دلوقتي احنا شوفنا العيبة اللي معاه أصلا بقت صفقات بتكلم على بيرس تايو بتكلم على العودة ترامر ربيع بتتكلم على عودة تشهد مين وتقول أستاذ عادل كوي اه